وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش أعمال الدور الحالية للأمم المتحدة في نيويورك بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي اجتماعا مع نظيره التركي هاكان فيدان آليات تعزيز التعاود المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين أعرب الوزيراني عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة وأكد التطلع لمؤصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 15 مليار دولار وزيادة حرقة السياحة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين كما تم التباحث خلال اللقاء حول تطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتوافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية وأهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاحتواء هذا التصعيد الخطير ترجمة نانسي قنقر